من صبع لعلكم مرة تانية وإحنا دلوقتي كلنا عارفين في أيام امتحانات الوقت ده تحديداً بيكون في حالة طوارئ في كل المنازل المصرية الأسر بتحاول أن هي توفر الأجواء المناسبة لأبنائها علشان يذكروا بتحاول أن هي توفر كل العوامل اللي بتساعد على التركيز وعلى الهدوء تحاول أيها توفر كل ما يتعلق بالإجراءات المناسبة الأكل المناسب كل ما هو لي علاقة بتحاول توفره الأولاد بيبقى فيه كده عندنا زي عفريت اسمه الامتحانات اسمه السنوية العامة كل الأباء والأمهات والجدود والخلط والعامة خايفين على الطالب اللي داخل السنوية عامة عشان هو طبعاً بيحدد مستقبله من خلال الامتحانات عشان كده فيه أباء وأمهات كثيرة قوي بيبقى عندهم وعي وعايزين يعرفوا إزاي يعني يأهلوا ولادهم نفسياً عشان يستقبلوا امتحانات دي ويركزوا في المراجعة والتحصيل الدراسي ما يكونش عندهم أي ضغط نفسي يأثر على تفكيرهم من خلال أداء الامتحانات ده اللي هنعرفه النهاردة من ضفتنا اللي بنورانا في الستوديو دكتورة شيرين الدرديري الاستشاري النفسي أهلا بيك يا دكتور بنورانا دايماً ودايماً كده يعني نعرف منك إزاي نهتم بولادنا وصحتهم النفسية أهلا بيكي مرة تاني أهلا بيكي صباح الفل عليك وعلى كل طلبة السنوية العامة وأنا بحب دايماً بصراحة أدي الإرشادات للطالب وللأهل كمان في التوقيت ده لأن الأجواء النفسية بتفيد جداً في حالة السبات المفعالي اللي يخليه يقدر يفكر بتفكير اللوجيك ويقدر يتقطى المرحلة دي وهي مرحلة زي أي مرحلة من مراحل الحياة اللي بيتعرض لها دون ضغط ودون تأثير بشكل سلبي على أداءه في الامتحانات مهمة أو يتجون نفسي اللي موجود في المنزل فياريت لو في بين الأب والأم أي مناقشات تخص المنزل أو تخص أي بنود من الحياة ياريت ما يبقاش والتوقيت ده خالص ولهو يحصل ما يبقاش قدام الطالب علشان ما يتشتتش زهنه قرزي مرحلة الثانوية العامة بتبقى مرحلة ضغطة حتى معلومته عن كده بتبقى من الناس اللي بره من إحساسهم بالمرحلة دي والضغط يعني لو ما فيش ضغط جوه البيت هو حاسس بقلق من بره من اللي سمعه والله يا دكتور أنا فتكر كويس أنا مش عايزين ده أنا فتكر كويس إن كان معايا طلبة وقت الثانوية العامة كانوا بيروحوا التمرين وبينقطعوش عنها وفي نفس الوقت لقيتهم جابوا أعلى الدرجات ودخلوا طب وهندسة أنا إحنا كنا بقى الجانب الآخر كنا بنذكر كويس ومش عارف إيه ومنعملش أي حاجة تانية ومنكلمش عدف التليفون وربما ده اللي جاب نتيجة سلبية تعليقك إيه لا هو ينبغي الوسط في ده يعني مش حد يبقى مروق باله خالص وزيب المراجعة لقبل الامتحان علشان كل الوقت يبقى في التمرين لا بس أنا بقول ما فيهاش حاجة لو أنا اليوم مثلا اللي راجع فيه من الامتحان اتمشيت شوية أو خرجت مع صحابي لمدة مثلا ساعتين ولا حاجة وبعدين أبدأ يعني بس بريتشارج مايسول في الوقت ده من الضغط بتاع الامتحان الصبح عشان أبدأ للمادة التانية مهمة جدا في اليوم اللي أرجع فيه من الامتحان ما تتكلمش أي حاجة تخص المادة اللي فاتت توقف عن كلامك اللي رحر لا بس الأمهات والأباء عايزين يعرفوا طب عملت إيه يا بني تكلم يعني الحمد لله ما هم بقى علشان كده دي كابسولات مصايح للأباء والأمهات خليوا ركز في المادة اللي جاية هو اللي حصل واللي تعامل تعامل فبلاش تشتت زهنه نفرض أنه كان عمل وحش من وقته للمادة الجاية بإنه هو عمل إيه على فكرة أعرف ناس كتير طلعوا بمواد وفيه الفرصة دي في دور سبتمبر وتخطوا مرحلة السنوية العامة يعني لو ما تعودش تتعطى للمادة الجاية كمان بأسئلتك ليه أنت عملت إيه عملت إيه الحمد لله سؤال وخلاص إنها ما فيش داعي للخطف التفاصيل لأن الوقت ده من وقت المادة اللي هي اللي امتحانها جاي فخلينا التوقيت ده نخليه يتنفس الصعداء وينزل ساعتين ما فيهاش حاجة مع صحابه أو يرفع عن نفسه بأي شيء نفوق شوية مش لازم كل وقت وأنا بقى أفضل في التوقيت ده إن إحنا نركز على الأكلات المحسنات المزاجية زي الأيس كريم الشوكولت الكاجو موزة في اليوم مضادات اكتئاب بترفع هرمون السيروتينين مضادة الاكتئاب للطالب وده لأي حد يعني مش للطالب بس بترفعه بشكل مؤقت بحيث إن هو موضو بيبقى حلف تقسمت الوقت مهمة جدا جدا التركيز على ده بالنسبة للطالب بقى التركيز على النقاط يعني دايما هو بيراجع الحاجات اللي هو شايف إن هو مش حافظها قوي أو مش فاهمها قوي يعمل عليها هايلايت بالهايلايتر عشان هي دي اللي يسترس عليها في المراجعة لو فيه فاصل بين الامتحان والتاني هي دي اللي يسترس عليها في المراجعة الحاجات اللي عارفها وهيلاقي نفسه يعرف يكتب فيها يعديه إنه هيعرف يكتب فيها كلمتين وإنت بتتكلمي عن قصة الأكل والشرب دايماً فترة السنوال العامة بيبدأ فيها إدمان الطلاب للقهوة والنسكافيه والشاي وربما قبل كده بقاش ما أسمح لهم الأهل بيسمحوا لهم إنهم ما يخشوا المرحلة دي ومن هنا بيبدأ القصة دي كلام ده يعني حقيقي وكلنا مرنا به كويس إن أنت أثرت النقطة دي على فكرة هو طبعاً الحاجات دي بتعمل سرعة في ضربات القلب خلي بالكو اللي مش متعود عن النسكافيه عموماً بيحصله لو هو ابتدى يشربه بتعمل شوية سرعة في ضربات القلب فممكن الطالب يتخض ده غير إنه هو أصلاً ممكن من الامتحان يبقى هو حاسس إنه هو أو يجيله بانيك أتاك بانيك أتاك عشان الناس تبقى فهمها ليه ترومة نفسية بيبقى عنده ضربات قلب تقل في السدر ساعات مش عارف أتنفس ساعات مش عارف قبل عريق في الحالة دي ودي ممكن تجيله قبل الامتحان على فكرة أو وقت الامتحان الصبح ما تقلقش خالص يعني خد نفس عميق حاول تاخد حاجة مسكرة أو لبانة علشان تمشي الدنيا وتسهل خروج ودخول النفس وده شيء طبيعي بعد خلص دقيق إن شاء الله هتهدى دكتور شيء أهالي نسمعت روما نفسية في أهالي يعودوا يضغطوا على أولادهم ركز أنت مش بتركز أنت كده مش زكي أنت مش عارفة إيه فمشوف حالاني انتحار يا بس أنا عايزة أقول حاجة أنا كنت بتكلم مع حد فهيكا بتقولي إنه ابنها مش بيركز ولاعب بيه بس هو الولد زكي جدا بقول له طب هو أنت مش جزم البلد كلها تبقى دكترة ومهندسين ممكن الولد يبقى رائد أعمالي يطلع حاجة نكحة جدا في شغلانته ويطلع مبدع في شركة أدفريتايزنج في مئة ألف شغلانه النهاردة محتاجة الولد الزكي اللي عنده فرط حركة ده يقدر يطلع الأنرجي بتاعته تضيف حاجات تانية خطورة كابت الأهالي لهذه الطاقة الحلوة اللي عنده ولدهم بالكلام زي إيه انت مش مركز انت ما بتزكيرش انت مش هتفلح كلام ده قد إيه خطر على نفسية الطالب خليني أنوه للأمهات وأنا طبعا موضوع الدكتورات بتاعي الـ ADHD وفارط الحركة والأتنشن ديس أوردر فأنا لمسة الموضوع ده بيدي كيسز كتير كده وناس كتير بتبقى مش عارفة أني أولادهم عندهم اضطراب نقص الانتباه أو اضطراب فارط الحركة فمش عارفيني يستغلوه بشكل إيجابي مع الولد الزي أني الدنيا دي محتاجة تمارين اسمها إدراكي بصري فلازم الأمة تبقى عندها درجة الوعي دي دي حاجة الحاجة التانية هو ماينفعش خالص قبل الامتحان أركز على عيوبه هو مافيش وقت إحنا أي كلمة مني بتبقى يامها ترفعه فوق يامها تجيبه أرض فماينفعش في التوقيت ده إحنا كان عندنا طول وقت السنة نعالج المشكلات زي المتخصصين زينا اللي بيجيبولنا ولادهم عنده فرط حركة أو عنده نقص في الانتباه أنا ببتدي بوجه الأم وبوجه الطالب التصرفات تبقى إزاي بحيث أنه يزيد نسبة التركيز بتاعته أو الطالب اللي عنده نسبة تشتت عليها ما هو ده بيبقى مصاحب لنقص الانتباه على فكرة فبيبقى فيه تعليمات لكده لو حصل للأمة يعني ما تمش لفت نظرها لده خلال السنة خلاص هو ما فيش توقيت لأي كلمات محبطة في هذا الوقت خالص لإن الكلمة بقى أصارها رهيب في التوقيت ده يعني رسالة للأباء والأمهات بلاش خالص تفاهموه إن إحنا هتتغير علاقتنا بيك لو أنت جبت مجموع قليل الفكرة دي بلاش خالص أو أن أنا مش هتقبلك لو أنت جبت مجموع قليل وأنا صرفت ده مع قلبي وديتك دروس وعملتلك واستلفتلك ودخلت جمعيات يعني آه يعني وبرش الكلمات دي في الوقت ده خالص بالعكس حبيبي اعمل اللي ربنا يقدرك عليه أوكي واعمل اللي عليك والنتيجة دي بتاعت ربنا وده فعلا الحقيقة يعني ربنا في الأدان لما بيقولنا حي على الفلاح على فكرة الفلاح الفلاح هو السعي وليس نتيجة السعي نتيجة السعي دي بتاعت ربنا إنما حي على الفلاح يعني أنت أسعى يعني اعمل اللي عليك ودي وضيط البيانة هل في طلابي بقصدهم يستهتروا أو قصدهم أن هما يضيعوا فلوس أهليهم أو ما يذكروش هل بيبقى فيه كده بحقيكي على السؤال شكرا عارفة بقى حضرتك الضغط بتاع الأهالي بيخلي الطالب يعند يعند بقى يعند مع نفسه يعني يكره نفسه ويكره الأتموسفير اللي هما معيشينه فيه فيقوم يعند ويقوم بقى خلاص ما أنا كده كده هو أنا مش هعجبهم فأنا خلاص بقى يعني يعني أكبر دماغي بقى أريح دماغي من البراشر يعني أنا كده كده هبقى مش عجبهم مش عجبهم نتيجتي ومش هتقبلوني فأنا رايح دماغي من الضغط فنفسياً كثرة الانتقاد تؤدي لهذه المرحلة إنه هو يكبر دماغه السلبية المفرطة السلبية المفرطة والانتقاد الدائم بالعكس أنا التوقيت ده أقول له اعمل اللي عليك يعني بس حاول إن انت تبقى بتعمل اللي عليك حاول تركز وإحنا معاك في الحالتين وعلى فكرة يا مناس أنا عايز أقول معلومة بقى لكل الناس يعني إحنا في سوق العمل وأنا طبعاً أستاذ جامعي فعندي دراية برضو بالجامعات والدنيا إيه على فكرة سوق العمل الجاي مش هو بتاع الحاجات بتاعت المجامع العالية تطبوا هندسة سوق العمل الجاي اللي هو البزنس الـ IT الـ Bioteknology الـ Computer Science كلها حاجات محتاجة مع جميع معقولة مش سوق عمل طب وهندسة مع احترامي الشديد لكليات القمة بس هو العالم متجه إلى نحو المعلوماتية من بداية 2008-2005 ده اللي فعلاً بيحتاجه سوق العمل هو ده سوق العمل الجاي وده اللي نكحوا فيه جداً اللي ذكروا أو اللي عرفوا يبدعوا فيه نكحوا وبقوا بيعني بيتقادوا مرتبات أضعاف الأطباء والمهندسين اللي هي المهن اللي تطلبت مذاكرة مع تحيير يعني طبعاً التحياتي للأطباء والمهندسين بس أنا بقول واقع أن سوق العمل الجاي بيتطلب هذه المجالات وهذه الكليات اللي بتطلب مجموع معقول يعني فلا داعي لأي ضغوط خالص المستقبل هيبقى كويس والمستقبل على فكرة ما بيحددش يعني ده بشكل نسبي بيحدد بالمجموع وبعدين دلوقتي بقى عندنا شفتنج للكرير كتير جداً يعني أنا بشوف كتير أطباء ومهندسين بيعملوا برضو شفتنج للكرير بتاعهم في حاجات كتير نحن في مجال الإعلام كم في المئة خارجين إعلام بالضبط فده لطيف ويمكن دي الإيجابيات بتاعت الكورونا إنه خلت ناس كتير عندهم يعني خريجي كرير معين أخدوا دراسات في كرير تاني ونجحوا فيه جداً 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 لا واللي قالت بس أنت خصف فارط الحركة والدزاين والكرييشن بالضبط الحاجات دي يا جماعة مش موجودة لا ده موجودة والسوق محتاجها جداً أنا عايز أقول لحضرتك حاجة يعني منظمة اليونسكو عاملة منحة للناس اللي درسين كرير معين وحبوا كرير تاني وابتدوا يعملوا دراسات عليا فيه يعني شايف العالم بره بيفكر إزاي فإحنا ما فيهاش حاجة كل الكريرز قدامنا على فكرة حتى لو مجموعة أو حتى لو دخل كلية معينة الجامعات الأونلاين والدراسات عن بعد بتتيح إن انت تدرس كرير آخر غير الكريرز مع كده برضو مهما قلنا فيه لسه بعض الأباء والأمات يقول لك لا أنا عايز ابني يكون بيشتغل الشغلنات اللي احنا عارفينها ما علينا مش مش ديل أنا ضد الكلمة كل وقت ولي أباني لكن لكن أنا عايزة هنا بقى أرجع تاني للبيت بقى المصري اللي عنده ابن داخل امتحان في الفترة اللي جاية إيه الحاجات اللي يجب توفرها في البيت عشان ابني يبقى أنا عملت بقى اللي عليا دروس وديتك في النتيجة وبقى أقول له الكلام ده في الدروس وديتك بالضبط بعد نتيجة وتقال له كده لكن مش قبل الامتحان خالص كلام يعني ظروف تقدر تناسبك عشان تبقى نفسيتك هادية ووفرتها لك إيه الحاجات اللي أنا لازم أعملها في البيت عشان الطالب داي بقى مرتاح نفسين ورايح مش شغله حاجة غير الامتحان أولا جو هدوء خالص في البيت يعني مفيش داعي لأي مشاحنات أو منقشات بين أفراد الأسرة في أي حاجة خالص في التوقيت ده دعم نفسي الأم الأم لازم يعني يعني تحضر ابنها أو بنتها من وقت للتاني عشان أصلا علميا حضن الأم بيقلل التوتر في الجسم يواصبوا على الأكلات اللي أنا قلت عليها لأنها بترفع السيروتيني المضاد اللي اكتئف في الجسم الدعم بالكلمات مهم جدا التأكيد إن أنا أنا بدعيلك الكلام ده بيرايح قوي على فكرة يعني بجد بيرايح قوي الأم لازم تكون موجودة في البيت مع ابنها في التوقيت ده أو الأم يفضل على فكرة والأم بالذات لازم من وقت للتاني تدخل تقول له عليه أخبارك إيه طب أعمل لك كذا الأم أكتر واحدة قريبة طبعا من ابنها عارفة إيه الحاجات اللي بيحبها تبتدي حتى الأكلات تعمل الأكلات اللي بيحبها في التوقيت ده على قد ما تقدر تدعمه وتدخل عليه من وقت للتاني تتطمن تحاول لو تساعده تسمع له مثلا لو هو مضغوط تفصل لو لا يا مضغوط قوي ما بيطلعش يتكلم خالص تفصل بخمس دقايق إن هي تتكلم معاه تعمله إشغال زهني عشان تتطمن عشان ما نتفاجئش زي ما انت قلت بحالات بعد شر انت حار على فكرة كتر الضغط ممكن تلاقي يعني حد آت قوضة مغلقة جات له مجموعة من المخاوف أو بانيك أتاك وصلته لدرجة أنا مش عايزة روحة كل امتحان فالسكة إن أنا أهرب اللي قلناه طبعا فأقول الحلقة فأنا مش عايزة نوصل لده خالص لازم تبقى بسنس نحاول بره دي حاجات فردية وحاجات مش كثير ولكن في النهاية حاجات بتحصل وقت كل امتحانات وبنشوف تأثيرها وللأسف وإحنا هنتقبلك في الحالتين يعني في الحالتين إحنا متقبلينك وهنساعدك وما تقلقش حتى لو إحنا عايزين ندخل كلية معينة ممكن فيه كليات اللي هي يعني فيه طبعا المجاني لو أنت مجموعة كويس وفيه الكليات هنحاول نساعدك تطمنوا في الحتة دي خالص إن هو مش هيدعموا تقبلوا يعني بس يعني ده بكل بساطة وعيان كانت النتيجة إحنا متقبلينك ومتقبلينك ودي مش نهاية العالم دي بداية حياتك كلها بالظبط أيا كانت إيه إحنا بنعرف من المجموع بتاعك إنت كويس في إيه تشاطر في إيه عندك يمكن فرص تتعلم في حاجات تانية في إيه فيمكن أو كارزمتك في إيه بالظبط دكتورة شيرين درديري الاستشاري النفسي يعني شكرا لك يا لوجودك معنا ودايما كده بتفدينا بنصايح هامة ويمكن نقدينا كده كابسولة نصايح لأهالي الطلاب سنوية عامة يا رب إن شاء الله كل الطلاب ينجحوا يجيبوا أعلى الدرجات اللي تريحوا من نفسهم بقية حياتهم إن شاء الله شكرا